بسم الله الرحمن الرحيم أراحل وأتوقع العنوان يتركب من كلمتين أذكر العلاقة بينهما مراكش الحمراء إذن العنوان يتكون من كلمتين مراكش فهي المدينة التاريخية المدينة السياحية وهنا الحمراء يعني أن مدينة مراكش تعرف بالحمراء لأن اللون الطاغي على المدينة هو اللون الأحمر من حيث طلاء المباني إذن فإن بين الكلمتين علاقة ترابط وتكامل فالحمراء صفة من صفات مراكش أتوقع من خلال المشهد عن أي موضوع سيتحدث النص في هذا المشهد نلاحظ منتزه المنارة الذي يقصده السياح من مختلف بقاع العالم من خلال هذا المشهد ومن خلال العنوان فإن النص سوف يتحدث عن مدينة مراكش أفهم أضع علامة في خانة الشرح المناسب لكل كلمة بحسب سياقها في النص ما صرتي؟ هل معناها اهتمامي؟ رغبتي؟ فرحتي؟ ما صرتي بمعنى فرحتي؟ حللتك هل معناها فارقتك؟ زرتك؟ فتحتك؟ إذن حللتك بمعنى زرتك؟ نزحت هل معناها هاجرت؟ وعدت أتيت نزحت بمعنى هاجرت شغف هل تعني كره حب فرحة؟ شغف بمعنى حب أذكر الأوصاف التي أطلقها الشاغر على مراكش من الأوصاف التي أطلقها الشاغر على مراكش مصدر للفرح وتحقيق الأحلام والأمان كثيرة المروج الحمراء يعني وصفها بالحمراء لأن اللون الذي يغلب على مدينة مراكش هو اللون الأحمر فالمباني مطلية باللون الأحمر أحدد المعالم السياحية المذكورة في النص منتزه المنارة قصر البديع حدائق الأجدال حدائق الباق الجديد جليز أملأ الجدول بالمآثر العمرانية ومظاهر جمال الطبيعة المذكورة في النص المآثر العمرانية مظاهر جمال الطبيعة منتزه المنارة قصر البديع حدائق أجدال حدائق الباب الجديد منظر غروب الشمس فوق جليز منظر غروب الشمس فوق جليز أبين الشبه بين شقائق النعمان والراية الحمراء إذن شقائق النعمان فهي أزهار برية حمراء والراية الحمراء يعني الراية لونها أحمر إذن هناك تشابه بين شقائق النعمان والراية الحمراء وهو اللون الأحمر فكلاهما يحتوي على اللون الأحمر إذن الشبه بين شقائق النعمان والراية الحمراء هو اللون الأحمر ألون خانة ما يجذب السياح لزيارة مراكش مآثرها التاريخية مناظرها الطبيعية وعدها عن الدار البيضاء مآثرها التاريخية نعم مناظرها الطبيعية نعم بعدها عن الدار البيضاء لا أختار البيت الذي أعجبني وأعلل اختياري إذن البيت الذي أعجبني هو البيت الثالث في كل ناحية مروج تختفي فيها ظهور كالعيون تحدقه أعجبني البيت الثالث لكثرة المروج والحضائق الخضراء من الظهور والنباتات أعبر عن مضمون البيت بأسلوب الخاص يعني كل واحد سوف يقرأ هذا البيت ويعبر عن مضمونه بأسلوبه الخاص فإذا حللتك فالحياة بهجة وإذا نزحت فمهجتي تتحرق إذن فإذا حللتك فالحياة بهجة إذا زرتك إذا زرتك فالحياة بهجة يعني فالحياة سعيدة وإذا نزحت فمهجتي تتحرق وإذا هاجرت يعني إذا ابتعدت عنك فمهجتي فروحي تتحرق بمعنى تتغيض شوقا إليك فروحي تتحرق شوقا إليك إذا زرتك فالحياة سعيدة وإذا هاجرت فروحي تتحرق شوقا إليك وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته